تلميح امريكي الى تداعيات خطيرة قد تطرأ على العلاقات العسكرية مع تركيا بعد اجرائها اختبارا لمنظومة سواريخ اس اربعماء الدفاعية الروسية هذا التلميح تحدثت عنه وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون في اعقاب التجربة التي اجرتها تركيا حليف واشنطن ضمن منظومة حلف شمال الاطلسي النيتو الوزارة الامريكية قالت ان نظام اس اربعماء الروسي لا يتوافق مع الالتزامات التي تعهدت بها انقرة بصفتها عضوا في النيتو اما الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فقلل من شأن الانتقادات الامريكية للتجارب التركية لمنظومة السواريخ الروسية مؤكدا ان بلاده ستواصل هذه التجارب هذا الرد التركي يأتي بالرغم من تهديدات واشنطن بفرض عقوبات على انقرة حال تفعيل منظومة الدفاع الجوي الروسية وعلى وقع الخلافات الامريكية التركية في هذا الصدد علقت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات F-35 الامريكية المتطورة كما اقرر كونغرس قانونا يحضر بيع طائرات F-35 لتركيا عقب شرائها صفقة الصواريخ الروسية